السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم سوف إن شاء الله نأخذ درسنا الشيق الجميل وهو القتب السماوية ولكن يا أطفالي قبل ذلك سوف نقوم بترديد هذا الدعاء ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلو العقدة من لساني يفقه قولي اليوم يا أطفالي سوف نعدد القتب السماوية المنزلة على أنبياء الله ورسلهم حيا لنبدأ حيا لنبدأ تعديد الكتب السماوية فالكتب السماوية يا أطفالي تنور عقلنا بالعلم وتنور قلوبنا بالإيمان فالإيمان بالكتب السماوية هي ركن من أركان الإيمان يبقى الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان سأعدد الآن الكتب السماوية حسب ترتيب نزولها على الأنبياء والرسل الصحف الصحف يا أطفالي أنزلت على سيدنا إبراهيم عليه السلام يبقى أول كتاب أنزل هو كتاب صحف الصحف هو أنزل على سيدنا إبراهيم عليه السلام الكتاب الثاني يا أطفالي وهو الزبور وأنزل على سيدنا داود عليه السلام تالي كتاب يا أطفالي معنا وهو كتاب التوراة وأنزل على سيدنا موسى عليه السلام الكتاب الرابع يا أطفالي وهو الإنجيل وأنزل على سيدنا عيسى عليه السلام وآخر كتاب معنا هو الكرآن الكريم وأنزل على آخر الأنبياء وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى أستنجد من هذا أن آخر كتاب يا أطفالي هو الكرآن الكريم وآخر نبي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والآن أطفالي سوف نتحدث عن كتابنا العظيم وهو الكرآن الكريم الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن قبل ذلك سلام